هذا ما يليق لكم مع الامتحانات تاع المدرسة تاع اولادكم عجبت لكم هاد الوصفة اللي تخليكم ما تطوروش في المطبخ باتعطوه وقت شوية للاطفال وديرو مراجعة معاهم هاد الوصفة تعليك خيب سهلة سريعة وخاصة يعني متديكش بزاف الوقت انتي برك ما تنسينيش بتشديع انتاعك واللايك انتاعك ونتمنى ما ربي كل طفل ولا كل ولد تعب في المدرسة نقول ان شاء الله يا ربي يفرح الامتاعو وان شاء الله تاني الابتاعو اكيد هنا معلينا غير نقول بسمنا على بركة الله هروح نوللكم الوصفة مع واحد الحشوة رائعة جدا هنا كيما لكم تشوفوا اول حاجة نحتاج جوج بيضات اللي يكونوا على حررة المطبخ رشة تاع الملح يعني حوالي هكاك مغرف صغيرة زوج مغرف تاع الزيت بالنسبة انا هنايا تنحيلكم ربعة يعني ربعة تحليك خيب وكل وحدة تدير على حساب يعني العائلة تاعها كيمة النجمية الطيفي كيمة النجمية النقصي نحتاجوا ثاني كاس تاع الحليب وبالنسبة يعني للكاس نروحولو تدريجيا والفارينة ثانية نحتاجوا زوج كيسان تاع الفارينة بالنسبة للفارينة كل وحدة والفارينة تاها كيفاش تشرب دو كنوريكم يعني القاوم تاها كيفاش يجي الى شفتوه باللي جاك ومثقيل في هذا المرحلات النجم وتزيدو الحليب عادة جدا انا يعني ادتلي كاس ونص تاع الحليب ولكن يعني من عادة تاني نديرها تديلي غير كاس تاع الحليب اليومة كانت تشرب يعني بغيت نعطيكم هكا بالتوضيح باش انتو ما تاني ما تتحسلكم شهنا وهنا يتنجمو تبقى وتخدمو غير هكا تعليد يعني بالخلاط تعليد ولكن الى عندكم المكسر يستحسن باش يعني ما يكونش فيه ما يبقا لكمش فيها يعني هادوك الحبوب ولا اللي يعني تتلم فيه الفارينة شوفوا يعني القاوم تاعو يجي رايح للماء يعني ما لازمش اجي بزاف شادرو حول ما هاداك يعني لازم يجيكم كيمة الماء باش اجيكم الكريب تاعكم شابة خلوا المقلة تاعكم يعني تسخن لكم جيدا انا يعني عندي راكريبيار ولكن حبيت نخدم معاكم في المقلة وبالنسبة للمقلة يعني كل واحدة تخدم على حسب المقلة يعني الى عندكم مقلة كبيرة راح خير وخير يعني انا شوفوا كيش هاني نخدمها هنا يا يعني نسيي نتدورها كامل كما هكا ونخليها على النار اللي يكون النار متوسط ومن بعدها نجو نقلبوها يستحسن ان يعني كل مرة ندهنوا هاديك المقلة وقبل ما نجو نتدوروا لا كريب هادي لازم تاني ندهنوها بالزيت ونقلبوها على الجهة يعني نسييوا كل جهة نطيبوها زوج خطرات من بعد ندروها في منديل مباشرة ليكون يعني مينديل هكا يقدر يغطيها كامل نديرو واحدة في واحدة كما لكم تشوفوا يعني شوفوا كيف Souls جاتني طيبة هنا يا طيبتها على الجهة كيشوف طابطلي من جهة نقلبها ونعود نقلبها على الجهة مرة ثانية ونعود تاني ندورها على الجهة الاخرى يعني مرتين من الجهة ومرتين من الجهة من بعد نجو نغطوها هكا لازم يعني نغطوها نخبوها يعني إلح بين طيبوها اصباح نخبوها للعشية ندروها بهذه الطريقة إلا يعني ثاني نطيبوها في هذيك الساعة ثاني نسيون بلعوها أنا يعني طيبتها أصبح وجدتها باش نديرها في اللين شوفوا يعني كيفاش تجينا وإلا حبيتوها حلوة تنجمو تزيدوا عليه الزوج إلى ثلاثة مغارف تاع السكر باش تجيكم لابات هذي حلوة وتدرو فيها المربة أو نوتيلة وهنا يعني بالنسبة للحشو أنا يعني استعملت حاجة خفيفة بازيك يعني درت الهريسة لمايونيز للطن زيتون الأخضر مع موزاريلا الفرمج تاع موزاريلا انتوما تنجمو تديروا الفرمج تنجمو تديروا يعني فرمج تاع باش كيري ولا يعني اللي عندكم تنجمو تديروا فيونداشي دجاج كي ما حبيتو أنا يعني درتها هكا لأني كنت عيا حبيت ندير حاجة خفيفة برق وظهر كي ما قم تشفو نديروها بها الطريقة يعني هذا ميهم ش كي ما قلت لكم بالنسبة للحشو إلا فكرة ولكن إذا درتوا هكي ما عاكي يخرج لكم بنينا بزاف هننحبها بهذا التوق نديرو نغطوها شوفوا الطريقة يعني لتغطوها هنا حتى يعني لو الشكل تاها يعني ما يجيكم ش شباب مجرد انها طيب اجيكم شباب بزاف ولا كيما هاكا يعني نجو نقلبوها شفتوا كيفاش جات اجي يعني لابات بر كيما قلت لكم لازم اجيكم رايحة للماء ما لازمش اجي ثقيلة بزاف ما شايحة تنجح معاكم لازم اجيكم لابات هذي سيلة كيما الماء انتوما يعني الى جيت شتهاجتكم تقيلة زيدوا لها برك الحليب ولكن الحليب يعني اللي يكون دافئ على حالات المطبخ شوفوا هنا يا انا خرجت لي ربعة حبات انتوما اللي حبيتوا تزيدوا ضعفوا برك المقادير وهادو اللي بقاولي حبيت يعني نديرهم لولا دي يدوهم معاهم نحشيهم بالفرماج ولا بأي حاجة حبا يدوهم معاهم قوتي المدرزة من بعد هنيا نجو نعود نحطهم فوق لا كريبيار ولا للمقلة نديروا عليها شوية عمال قاري شوفوا يعني نطيبوها من الجيها كي نشوفوها طبطنا من الجيها نعودوا نقلبوها راهي هادي اسرع واسهل وصفة نجمي تديريها في هاد الوقت نقول لك ربي يقويك على تربية ولادك شاء الله يا ربي تشوفوهم كامل ولادكم في اعلى المراتب كيما راني نتمنى انا شاء الله يا ربي انتوما تاني يكون لكم ولادكم كيما عاك فالا شوفو هنا يا كيفاش يعني يخرجلنا يخرجلنا مفرمج من داخل يخرجلنا رائع والبنة غير انتوما الى حبيتهم يجيكم حلوين راني فهمتكم كيفاش راني عطيت لكم السر اللي يخليها اجيكم لكن بتاعكم شابة اللي هو لازم يجيكم اللي كيد هذا يعني اللي نخدمو به يجي كيما لما ما يجيش كامل ثقيل رايحة تنجح لك مياه بالمياه الاجاك غير شوية ثقيل ابدا ما تنجح وبالنسبة لي كريب سالي يحبوا بزاف الفرماجة هنا معنية غير انقلكم ما تنسونيش باللايك انتاكم استودعكم الله الذي يحبكم فيه سلام